وانتهى الحلم أرسنال يهدي منشستر سيتي لقب الدولي الإنجليزي يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 كان حلم جميل كان حلم عظيم لكل جماهير أرسنال في العالم كله في مصر والشرق الأوسط وفي أوروبا وفي إنجلترا في كل حتة المفاجأة الكبيرة أن أرسنال ينافس هذا العام على لقب الدولي الإنجليزي المفاجأة الجميلة أن أرسنال بإمكانيات ربما أقل من فرقتين أو ثلاثة في الدولي الإنجليزي على الأقل كان ينافس على لقب الدولي الإنجليزي الأصعب على جمهور أرسنال أن أرسنال في وقت من الأوقات أثناء السباق على هذا اللقب كان فارق بعدد كبير من النقاط وكان وارد جدا أنه يفوز بلقب الدولي الإنجليزي لو سألت مشجيع أرسنال حول العالم قبل بداية الموسم هل تتوقعوا أن أرسنال يفوز بالدولي هذا الموسم يقولك مستحيل صعب جدا ما ينفعش لكن اللي عملوا أرسنال الموسم ده كان استثنائي بكل المقاييس وبإيده فرط في لقب الدولي الإنجليزي بصراحة أرسنال عمل أداء رائع جدا مع الفريق عدد كبير من اللعبين تقلقوا هذا الموسم مارتنيلي وأوديجارد وزيتشينكو وساكا وجيسوس ونني طبعا قبل ما يصاب معظم اللعبين عملوا أداء جيد جدا هذا الموسم ولكن جنب في الآخر وواعه خلاص أرسنال سيتي من ثلاث مباريات قادمة محتاج فقط سلاس نقاط هيخدهم 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 وهيخدهم من مباراة شلس اللي جاءت شلس في أسوأ أحواله على الإطلاق هيخدهم المباراة على ملعب الاتحاد ملعب السيتي وكأن القادر كمان خلى مانشيستر سيتي يحتفل باللقب الدولي على ملعبه قدام شلس المباراة القادمة هيفوز بالدولي قطعا هيفوز بالدولي نهارده جماهير أرسنال وهي تنسحب من المدرجات بعد الهدف التاني لبرايترو سما الهدف التالت مشهد حزين جدا مشهد صعب جدا بس ده من جانب من جانب تاني وده الأهم منافسة حلوة يا جماعة ناس بتشتغل وناس بتتعب وناس بتبدع وناس بتنافس منافسة حلوة الدولة إنجليزية حالة عظيمة جدا حالة خاصة بصراحة في العالم كله مش بس في أوروبا في العالم كله حالة خاصة جدا والسيتي طبعا أراقي يعني أحد الأصدقاء النهاردة كان بيقول لك إنه يعني السيتي خدت دوري السنة اللي فاتت ومعهوش هالند بس السنة دي معها هالند هياخدوا هياخدوا كده كده الدوري بتاعه كده كده الدوري بتاعه والحكاية الكبيرة العظيمة هي بيب جوارديولا بيب جوارديولا لو اعتبرنا إن أول موسم بس تعالوا أقول لكم بيب جوارديولا لما جيه منشستر سيتي خد كم دوري إنجليزي ونعتبر أول موسم ده ما يتحسبش تعالوا نشوف يلا بنا بس يا سيد 2016-2017 شلسي هو اللي خد البطولة والسيتي كان في المركز الرابع كان لسه بقى بيتعرف على أجواء الدولة الإنجليزية ولو تفتكر بقى قاعد يقول لك إيه بيبجوارديولا بشهينفع في الدولة الإنجليزية بعدها اكتساح 17-18 سيتي بطل 18-19 سيتي بطل 19-20 ليفربور بطل وسيتي الوصيف 2020-2021 سيتي البطل 2021-2022 سيتي البطل و2022-2023 هيبقى السيتي البطل طيب قال لك بيبجوارديولا فاكين أول موسم ده يعني بيبجوارديولا لا ينفع في إسبانيا ممكن ينفع في ألمانيا لكن إنجلترا حالة خاصة وما ينفعش بقى يلعب اللعب بتاعه دوت والكرة الحلوة الممتعة على الأرض البنى والخطط الغريبة اللي بيعملها مش ينفع يعملها في الدولة الإنجليزية اكتسح اكتسح الجميع في الدولة الإنجليزية هتقول لي يا عم مهول بيطلب لبن العصفور بيجيله لا في فرقة تانية بتطلب لبن العصفور وبيجيله ومبيعملوش حاجة في أوروبا باريس سان جيرمان بيجيل لبن العصفور واكتر شوية ومبيعملوش حاجة هتيجي على الدولة الإنجليزية يونايتد مصاريفه كتير قوي ما بيعملش حاجة ليفربور برضو صرف مصاريف معقولة باستثناء السنة دي هاي اللي ما عملش فيها حاجة باستثناء الفاتد كان بيعمل بصراحة تشيلسي يا خبر على تشيلسي بيصرف مصاريف مهولة أكتر فريف إنجلترا صارب في السنة دي ولا حاجة كان قصة مش لعبة ومميزة بس وبالمناسبة اوه تخيل معاي كده جندجان النهاردة بالمناسبة مع مانشستر سيتي قدام ايفرتون جاب جول يجيبه بس ميسي ممكن يجيبه كريستيان ونالدو جندجان لو تفتح جندجان ده جات له أسابتين صليبي من دورتموند ولما جيه سيتي جات له أسابات تانية كان مفهود لعب ينتهي من الزمان لما تفكر في جندجان تقول إنه هو لو برى السيتي كانت مسيرته هتبقى عاملة إزاي ولا حاجة هيبقى لعب عادي لما تبص على كيفين دي بروين فاكين كيفين دي بروين لما كان في تشالسي مع جوزي مورينيو ومعملش حاجة كيفين دي بروين واحد من أحسر لعبت العالم دلوقتي برناندو سيلفا لو تتخيل إنه هو برى ممكن تقول ما يعملش حاجة رم يحلز ممكن ما يعملش حاجة وإن كان يعني الرب ما يحلز كم اللعب اللي جابت دي لستر سيتي الدولة لوي إنجيز بس بتكلم على مسيرة طويلة يعني جليلش يعني إيه مش بقولك إن اللعب دي سيئة وهو اللي خلى منهم لعب كويسة بس هو خلاهم أفضل لعب في العالم مش خلاهم كويسين خلاهم أفضل لعب في العالم ده شغل مدرب مهما كان عندك لعبه ومهما كان عندك عناصر ده شغل مدرب يعني إيه مدرب لما تجي تهب منه كده يقولك والله أنا الرايت باك اللي هو الزهير الأيمن والزهير الأيسر هدخلهم في نص الملعب يعني إيه يعني إيه أجيب السنتر باك المدافع وحطه في نص الملعب زي ما عمل مع ستونز سببك مع اللي بيتعامل في مصر مع ستونز مثلا يعني إيه أصلا يمشي في يناير كانسلو اللي هو كان أفضل لعب في مانشستر سيتي الموسم الماضي عشان كانسلو مش هيقدر يطبق أو مقدرش يفهم الفلسفة بتاعت بيب جورديولة الجديدة فاكرين طبعا بيب جورديولة ده فلسفة السيين من ساعة ما بدأ لما بدأ يلعب بميسي شادو سترايكر ومشى زلتان براموبيتش من برشلونا عشان عايز ميسي هو اللي يبقى شادو سترايكر في خطة الفولس ناين اللي هي من غير مهاجم رقم تسعة فاكرين الكلام ده انت بتضحي بزلتان عشان الخطة مطبوص هو هو نفس الشخص هو هو نفس الشخص اللي رجع ديفيد ألابة سنتر باك مع باينو بادي ده ما كانوا الطبيعي نفس الشخص اللي خلت شابة ألونسو شابة ألونسو واحد من أحسن اللي عيب ووسط الملعب في العالم خلاه مدافع هو نفس الشخص الغريب العجيب اللي يمشي جيسوس وستيلينج وزيتشينكو وكنسيلو وعدد آخر من اللاعبين والستيتي يفضل بنفس القوة هلأ مدرب إعجاز بصراحة مدرب إعجاز بكل المقاييس يعني ده فيما يخص الدوري الإنجليزي فيما يخص الدوري الأسباني فبرشلونة بطلا للدوري الأسباني منذ لحظات برشلونة يفوز على إسبانيول 4-0 في الكمة الكتالونية الشهيرة ويحصد رسميا لقب الدوري الأسباني للمرة 27 في تاريخه قبل أربع جوالات من نهاية مسابقة اللاليجة برشلونة مع تشابي بدأ بدأ يسطر إنجازات ويبني للمستقبل بشكل رائع جدا فاليوم برشلونة بطل وقبليه منشستر سيتي بطل إكلينيكيا مش رقمي يعني لس بس كده كده هيخد الدوري الإنجليزي قبليهم نابولي بطلا للدوري الإيطالي فاينورد في هولندا النهاردة حسم الدوري الهولندي بعد احتكار كبير لآيكس مع تنهاج تنهاج مشي فآيكس خسر الدوري الهولندي وفاز به فريق فاينورد النهاردة لسه الألماني منافسة صعبة جدا بين دورت ومنذ بعير النميونيخ لسه الأمور لم تحسم وفرنسا أيضا الأمور لم تحسم بشكل بات لباريسا الجرمان بتخلص الدوريات الأوروبية والأمور بتحسم خلاص وانتهت ودورة أبطال أوروبا على وشك الانتهاء دورة أبطال أوروبا اللي هيبقى فيه يوم التلاتة انترو ميلان مباراة العودة بالمناسبة رفايليا وعادل تدريبات ميلان وهيبقى مشارك أهم نجم في ميلان هيتشارك في مباراة العودة قدام أنترو كنتفاكيين المباراة الماضية مباراة الزبكة خلصة 2-0 لي أنترو يوم لاربع ريال مادريد ومانشستر سيتي في قياب نصف النهاية دورة أبطال أيضا مباراة الزبكة خلصت واحد واحد ويوم الخميس اليوفي هيواجه أشبلية في مباراة العودة وروما إيس روما هيواجه بايلة فاركوزين بتخلص البطالات والمباريات الأوروبية المتعة الحقيقة يعني كده كده احنا لسه عادين مع بعض شوية هنا في الدولة المصري هيسلينا يعني مش ه... يعني حلوة الدولة المصري انه ما بيخلص حلوة عن كل المسابقات اللي في العالم كده كده الدولة بيطول ومنخش في الدولة اللي بعده فبنكمل الدولة اللي بعده فالبطولة الوحيدة اللي مش بتهزأ منها عشان هي طول الوقت موجودة يعني مش هلغلة معانا او بمعنى اضكة مش بتهزأ من غيرها طيب النهاردة بمناسبة الدولة المصري في مباراة مع غز المحلة خلصت بالتعادل السلبي سفر سفر في الجولة التمانية وعشرين المباراة سيراميكا فيها كان اختر سيراميكا اكتر كان فيها اختر وكان يهدف للفوز في هذي المباراة ولكن غز المحلة اكبره على التعادل وان كان يعني وان كان غز المحلة حاول فيه اكثر من مناسبة ايضا ولكن سيراميكا اكتر كان افضل في مجمل اعمال وفي هذي الموجة ومجمل فرص اللي سنة هتتيجي واحدة من كرات الخطيلة جداً لحمد ياسر ريان وضعت نهاردة كان غير موفق احمد ياسر ريان وان كان حاول على المرمى اكتر من مرة نفقت على المباراة كان عنده حظ سيء جداً في هذه المباراة يعني عموماً غز المحلة خاد اللي هو عايزه تقريباً يعني نتيجة اجابية اولى من خمس مباراة لم يفوز غز المحلة فكنه يتعادل النهاردة ايا خطوة الامام مرة اخرى خطوة تفوق الفريق سينامية كروباترا وسط انباء عن رحيل معين الشعباني عن ترديب الفريق والعودة ليه التراجي التونسي الصحف التونسية النهاردة نفت هذا الامر وقالت انه الراجل او سينامية كروباترا رافض الاستغناء عن معين الشعباني في الوقت الحالي لصالح التراجي طيب زي ما قلت لكم خطوة مهمة لغزل المحلة النهاردة حتى لو بمجرد تعادل او نقطة قدام سيراميكا كروباترا بس يعني افضل من النتاج السلبية للفريق محاقة في المباريات الاخيرة معنا عبر الهاتف الان الكابتن محمد عتراوي المدرب العام بنادي غزل المحلة الكابتن محمد مشرف ومنور اخبارك يقوله بخير الحمد لله كاب امام والله ايه رأيك في هاي المواجهة النتيجة بالنسبة لكم كايت مرضية النهاردة والله هيبش سألحتك حاجة الحمد لله على اي حاجة احنا طبعا احنا البونت كويس لكن احنا كنا جايين نلعب على تاتا بونت واحنا احنا 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 اكتر فرص ضائعة النهاردة احنا بلعب فرصة كبيرة بلعب فرصة محطة لمستوى سكوات كويس جدا لكن كابتن رضا مش جاي يلعب على البونت بدليل احنا 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 شوف كم من الفرصة اللي ضوعت تقولك ان المحلة النهاردة الحمد لله بدأنا نلجع للهواء بتاعتنا بتاعة بداية الموسم بتاعة الكرة الحلوة والحمد لله بونت كويس احسن من ما فيش هانت انا بقى انت جيت على السؤال لك كنت هاسأله لك غزل المحلة بقى له موسمين يبدأ بشكل رائع جدا جدا بغض النظر بقى عن تغييرات مدربين لعيبة بس يبدأ بشكل كويس قوي قوي ويجي في النص يبقى سايق جدا ويجي في الاخر يروح لام من نقاط مرة اخرى ليه غزل المحلة بقى له موسمين مش بيمشي على نصك واحد والله بس اقول لها عدراك الحاجة هي ممكن تبقى ظروف ممكن تبقى مثلا الدنيا مش ماشية في المطشقات فالخصارة بتجيب خصارة لكن الفترة دي الحمد لله كالصر ده لمم الدنيا واللعبة ان شاء الله كانت مركزة جدا احنا كنا عملي مع اسكر في القرآن من اربع خمس تيام لها وجدت مركزة جدا في المطشي مركزة لنا تجيب تاتا بونت تعود الفترة الساعة اللي فاتت يعني طيب اسماء كتيرة من لعيب غزل المحلة كل شوية تردد عنهم عروض واتفاءات وامداءات الامور دي بتسيطروا عليها ازاي حتى لو شفاهاية بتسيطروا ازاي عليها مع لعيبة وبتكنقومة زي ان هم يركزوا في الفترة الحالية مع غزل المحلة بس هقول لحضرتك حاجة هي احنا احنا معانا لعيبة محترمة جدا لعبة بتاعتنا لعبة محترمة حتى حتى اللي مضى وفي مكان تاني بيقدي اقصى حاجة عنده نوعية اللعبة كويسة المدرفة اللي طبعا اللي عامل كبير في لام الدنيا والناس رئيس النادي والادارة بربما لكن نوعية اللعب بتفرق معاك ازاي كان اللعب عنده ضمير ولعب محترم فبيقدي الاخر النفس هو موجود النوعية دي موجودة في نادي المحل اللعب بيقدي الاخر نفس هو موجود معانا على بناغنا هو ربنا كتاب له الرزق في مكان تاني برضو انا اتمنى له التوفيق لكن نوعية اللعبة اللي معاك بتفرق نوعية اللعبة محترمة فبتقدل اخر النفس اللي هي موجودة فيه في النادي صحيح كابتن محمد الاتراوي المدارب العام فريق غز المحل انا بشكرك شكرا جزيلا ولو على نقطة فانا بقى هنيك عليها النهاردة تعادل مهم امام سلاميك لبطرة بعد سلسلة من الانتاج السلبية والخسار في المباريات الاخيرة في الدور طيب مبارح كان معنا الاستاذ محمد هرابة مدير منتخب مصر الاول تحدث معنا انه يبحث وبيشتغل على فكرة اللعبين مزدوجي الجنسية اللي هم عندهم جنسية مصرية وجنسية اخرى موجودين في اوروبا محدش عارف عنهم حاجة ما شفهمش قبل كده المصريين في الملاعب المصرية عشان يقدر يضم احد اللعبين واحد او اثنين او تلاتة لقائمة منتخب مصر في المستقبل القريب جيبنا لحضراتكم ابرز اسماء اللعبين اللي بيشتغلوا عليهم في منتخب مصر في الفترة الحالية من مزدوجي الجنسية وبيتابعهم روي فيتوريا تعالوا اقول لكم مين هم اول واحد وده الابرز يعني هيسم حسن مهاجم هو من موليد عام 2002 من ام تونسية واب مصري ولد في فرنسا يلعب لنادي فيا ريال الاسباني بعقد يمتد لاربع مواسم الا انه تمت اعارته لنادي ميرانديس في دوري الدرجة الثانية الاسبانية سيبريال ميكريكيس ده لاعب وسط من اصول مصرية من موليد عام 2000 محترف في فريق بروسيا دورتمون الالماني واملك جنسيات المانيا وولاد فيها والمغرب بجانب الجنسية المصرية شوف عن ضربة منتخبات يختار بنا ريكاردو موسكتلي ده ظهير ايمن لاعب من اب ايطالي وام مصرية من موليد عام 2004 والده ايفان موسكتلي لاعب كرة قدم سابق في ايطاليا مصطفى اشرف لاعب بروسيا مونشي جلاد بخ من موليد 2004 انضم في عام 2002 الى فريق رانكم الالماني ثم انتقل بعد ذلك الى نادي ديسبورج في 2010 واخيرا انضم الى بروسيا مونشي جلاد بخ في 2012 ويتواجد في صفوفه حتى هذه اللحظة فلال مظهر شفتوه طبعا مع منتخب الشباب من موليد 2003 قادة فريق بناسانايكوس للشباب للتتويق بلقب دوري الشباب اليوناني واطلقت عليه الجماهير لقب هالند المصري ايضا تيبو جبريال طبعا شفتوه برضو مع منتخب الشباب لعب هوفنهايم الالماني تحت 17 سنة فيتوريا بيتابعوا بعد الانضمام الى منتخب مصر للناشئين هم دول الاسماء اللي بيتابعهم فيتوريا في الفترة الحالية طيب ده فيما يخص منتخبنا الوطني الاول فيما يخص نادي الزمالك عن باء كثيرة عن انضمام لعبين عن رحيل لعبين عن ماذا يفكر الادارة او ماذا تفكر الادارة فيما يخص الجهاز الفني اه هكلمكم كمان على اصابة الوينش بالمناسبة الوينش حمود حمد الوينش لسه مفيش تقارير طبي واضح او ثابت او تأكيد عن اصابته لا قدر الله لا قدر الله بقطع في الرباط الصليبي في مثل هذه الامور وانا بنصح دايما زمائل الصحفيين او الاعلاميين في مثل هذه الامور تحديدا الطبية تحديدا الطبية لا تجزم لا تجزم ابدا يعني مش ممكن يكونوا الدكاترة بيعملوا اشعة واثنين وثلاثة عشان يتأكدوا واحنا نطلع نقول ايه لا خلاص هو اكيد عنده لقدر الله قطع في الرباط الصليبي طيب نزبر نزبر شوية طيب بالمناسبة يعني دكتور محمد اسامة طبيب الفريق اكيد لنا في تصريحات خاصة ان محمود حمدي الوينش حتى هذه اللحظة يعاني طبقا للفحص الطبي والاشعة والتشخيص الاولي لقطع الجزئي في الرباط الصليبي ولكن ولكن سننتظر لمدة 48 ساعة حتى يزول الورم حول الرجبة ويجري اشعة اخرى لعل الامور تكون فيها اه امر افضل يعني بس قال انه طبيب الفريق برضه قال فيما يخص سيف الدين الجزيري انه اللاعب شعر ببعض الالام في العضلة الخلفية وانه اثناء الاحماء وهو ده اللي خلاه ما يشاركش من بداية المباراة الماضية الف مليون سلامة عليه وان شاء الله نطمئن عليه وميبقاش فيه اي مشكلة لا سيف الجزيري ولا ان شاء الله يا رب الوينش اللي بيباجه سوق حظ واح من افضل افضل المدافعين اللي في الكرة المصرية بصابة طويلة خاب فترة طويلة وان شاء الله ما يغيبش فترة طويلة اخرى وان كان التشخيص المبداي هو قطع جزئي في الرباط الصديبي ولسه الجهاز الطب نادي الزمالك سيتأكد خلال 48 ساعة طيب نروح لي النادي الاهلي والمواجهة القادمة ان شاء الله امام الترجي في ايام نصف نهائي دوري ابطال افريقيا معانا عبر الهاتف الان الكابتن عثمان النجار مدرب عام نادي الترجي السابق والمرشح لخلافة المدرب النبي المعلول يا فندم مشرفني ومنورني حبيبي كبت الكريم شكرا على الاتصال وموفق دايما ان شاء الله ده شرف لنا يا فندم قل لي رأيك فيما حدث من اداء في مباراة الزهاب بين الترجي والنادي الاهلي في رادس اكيد قبل المباراة كل كان يعرف الاهلي هو في وضعية افضل من ناحية النتائج من ناحية المعنويات فريق متحصل على السوبر المصري في اخر اسبوع قبل المباراة بينما الترجي يعاني في الفترة الاخيرة من سوء نتائج يعاني من كثرة اصابات يعاني من رتم كبير من شهر رمضان لحد يوم المباراة مع انتها الرتم عالي وعالي جدا الترجي اكيد الغيابات كانت مؤسرة وقت لي غيب لك الحارس الاساسي الحارس الاول معزبة شرفية وقت لي غيب لك حمدو الهوني احسن اجنبي في الترجي غيب عليك رياق بن عياد الحلول تبقى معانتها محدودة معا في يوم مباراة للامانة الترجي ما كانش بالوجه المعهود مع غياب الجماهير جات الظروف كلها غير ملأمة للترجي معانتها اللي في يوم المباراة معظم الجماهير معانتها لم تعرف الترجي اللي تعود الناس بمردود افضل لكن للامانة بصراحة استضم فريق جاهز جاهز بأتم معنى الكلمة الاهل المصري في افضل حالاته بمجموعة ممتازة ممتازة جدا خاصة ترن خط وسط اللي يعمل المباراة ما نشوف شنا معانتها قبل ما نتحدث على بيرسيتاو اللي كان كان حاسم في تسجيل الاهداف لكن خط نص الاهلي معانتها المباراة هذه يعمل مباراة كبيرة وتمكن باش خلت ترجي معانتها تقريبا يعزف عن بناء الهجمات ولا بناء الفرص بستثناء الكورات اللي جات في الشوط الثاني يعني على مجمل المباراة الاهلي اكيد تستحق معانتها بدون ادنى شكل المباراة تستحق الفوز والنتيجة كانت للأسف معانتها للترجل هذا التونسي كانت نتيجة عريضة اكيد المهمة صارت تقريبا شبه مستحيلة لو لمن يعرف الاهلي في القاهرة ولوظروف الاهلي لما تلعب في ساد القاهرة في امام مدرج الآن بالجمع فاكيد الترجي من الآن مفروض انه يبدأ التجهيز للموسم القادم على عكس انا يمكن خطر خارج الفريق معانتها اني نتكلم بالطلاقة هذه لكن المعنيين بالامر اكيد شخولك ما تسمى امل ولكن باشن معانتها ما نحبش نبيع الاوهام انا واحد من الناس انسان معانتها نتكلم للراه وليمقنع بيه للأمانة معانتها الاهلي يختار اذا مش خطوة كاملة معانتها اختار خطوة كبيرة برشا للنهائي واكيد مباراة الترجي هذه يجب حسن التعامل معها خاصة مباراة العودة للحفاظ على اسم الترجي رياضي التونسي في رأيك لماذا تراجع الترجي بهذه الصورة الفنية الترجي واحد من اقوى الفرق في القرى الافريقية لماذا ظهر هزيلا في هذه الفترة في دورة ابطال افريقيا وفي البطولة المحلية لا ممكن منش اتركش رأي في وصف الهزي الترجي اكيد مثل اي فريق على سبيل المثال الاهلي في بداية الدوري كان بالمستوى هذا والاهلي اللي فات على الترجي ثلاثة كان انهزم خمسة مع سندانس لكن الاهلي المصري لما تصير رزنامة على المقاس لاعطاء اوفر الظروف لممثل الكرة المصرية في رابط الابطال الافريقية عكس اللي صار في تونس الترجي رياضي التونسي سواء ترجي رياضي التونسي وإلا كذلك الاتحاد المنستيري ممثل الكرة التونسية في كأس الكنفيدرالية الافريقية الاثنين لم يتمكنوا لكي يأخذوا حتى تفضيل تأخير مباريات لكن لعبوا برتم عالي جدا بالإضافة لأنه في شهر رمضان المفروض شهر عبادة ونعرف كيفية تعاطي الكرة القدم في شهر رمضان في تونس كانوا لعبوا في أوقات السيام معانتها للأمانة هذه مشكلة برمجة في تونس دفعوا ثمنها الترجل تونسي والاتحاد المنستيري بالإضافة بطبيعة الحالة نتحدث على الرتم خاصة هذا الرتم هذا كان هو السبب الرئيسي وراء الإصابات اللي يخلي ترجي للأمانة معتها مجموعة الترجي الموجودة حاليا ليست هي من نفس مجموعة الترجي اللي كانت في 2018 و2019 يوم كنا في الجهاز الفني مع معين شعباني ليست هي نفس المجموعة ليست بنفس الكم الكيف لكن بالإضافة لما تكون موجودة برمجة تذر بالفرقة اللي تتنافس قاريا أكيد النتيجة تكون بطريقة هذه طيب عاستريل وجودك معي وسألك على التونسي الدولي لعب النادي الأهلي علي معلولة وميقدمه مع النادي الأهلي منذ سنوات رأيك فيه ما شاء الله علي متميز مشانا بش نتكلم على علي ما شاء الله أحسن من أحسن ممرين اللي مروا على نادي الأهلي معانتها النجاعة المدافع اللي يكون حاسم في نقاط الفوز في مباريات عديدة في مباريات هامة للأمانة معانتها أحسن سفير الكرة قدم التونسية في مصر ممتاز معانتها لعب من ناحية المجهود والبرفورمانس الرياضية ومن ناحية كذلك أخلاقه والقيمة متاعه والقيمة اللي أخذاها علي معلول في نادي كبير كما نادي الأهلي أعتقد وانت موجود في الجهاز الفني الفريق التراجي كان فيه عنباء وقتها انه التراجي عايز يضم علي معلول للفريق هل دا كان حقيقي؟ هل طلبته في مرة انه علي معلول ينضم للتراجي؟ لا الكلام هذين كنت تتحدث عليها قبل ما يتحول عليه للأهل لكن للأمانة معانتها المغريات المادية صحيح الأهلي فريق كبير لكن التراجي أيضا فريق كبير في القارة الأفريقية لكن المغريات المادية باش نكونوا ورحين معانتها التراجي رياضي التونسي ماديا لا يمكن مقارنته لا بالأهلي ولا بالزمالك ولا بسندان معانتها ما يخفى على حد المستوى المالي للأمدية التونسية هو بعيد معانتها إذا كان المنافسة جهت مادية رؤون فريق التراجيات التونسي ما يمكن لوش أنه يتحصل القابل يتحصل عليهم على المستوى القاري لكن قبل حيح يمكن كان فهم التفكير أنا شخصيا ما كنتش موجود يمكن عليه في النادي الساقسي ما كنتش موجود في التراجيات التونسي كنت خارج حدود الوطن فأكيد عليه معانتها هو خروجه للأهلي إلا ما أبرز في النادي الساقسي لكن لا التراجي ولا أي فريق تونسي يقدر ينافس نادي الأهلي لما يكون فمعارض ما عنديش المعلومة شخصيا أنه علي لما كان في الاهلي التراجي يتصل به ونستبعد هذا لأنه معانتها مثل ما التراجي ما تحبش تونه الأهلي يتصل بلاعبين البارزين في فريقه وهذا من أخلاقيات الفرق الكبيرة كذلك التراجي رياضي التونسي مستحيل وهذا نأكد هو مستحيل يكون يتواصل مع لي معلول يوم مع لي معلول يكون في النادي طيب في أنباء النهاردة إعلامية مصرية قالت أنه الأهلي يفكر فيه محمد علي بن رمضان نجم نادي التراجي التونسي هل تتوقع أو تتصور أنه محمد علي روضان يكون لاعب فيه على نادي الأهلي الموسم القادم؟ هو الأهلي كأنه محمد علي بن رمضان كان على رادار الأهلي عنده أكثر من موسم تقريبا من موسم الفارق أو يمكن قبله بداية المتابعات لكن اللي أعرفه شخصيا على اللاعب بحكم علاقتي به نعرف اللاعب اللي هو يفضل التوجه للقارة الأوروبية لكن بين من نهاية عقده اللي اتخاذه القرار نهائي أكيد معانتها عديد العناصر تنجم تكون حاسمة في اتخاذ القرار النادي الأهلي أكيد باش يكون معانتها معانتها فقيل في ناحية العرض لكن أخذنا بعين الاعتبار الجزئية اللي تحدثنا فيها صعب جدا أنك تشوف محمد علي بن رمضان اللاعب ابن الترجي المنتوج الخام الترجي الرياضي التونسي أنه يكون في الأهلي وينافس في وقت ليس ببعيد معانتها في أقرب الأجال تلقي ينافس الترجي الرياضي التونسي فأنا للأمانة نستبعث شخصيا لكن كما قلت لكم معانتها في اتخاذ قرار لعب معانتها يحكم فيها جزئية تبسيطة من هنا للوقت ذاك لو سألتك توقعاتك من هو بطل هذه النسخة من دورة عبطال أفريكا تقول لي مين نهاية للذهاب مع الترجي ولا كذلك ينتظروا النهاية الأهلي أكيد فريقي يتحول بعد دور المجموعات لكن للأمانة على الورق مثلما كان الأهلي عنده الأفضلية والأسبقية في الفوز على الترجلات التونسي ولا في تخطي الترجلات التونسي في الفترة الحالية في ذل الظروف التي تحدثنا فيها الكل كذلك على الورق ولكن الميدان عنده حقيقة أخرى على الورق هو الممكن الرشع أكثر لكن كما قلت لك حقيقة المباريات وحقيقة الميدان شيء ثاني هل توصلت معك إدارة النادي الترجي للعودة مجددا للجهاز الفني للفريق؟ وللأمانة هذا الموضوع ما نحبش نتكلم فيه أعلميا نخليه إذا كان فهم ما سيء بشي يصير سواء بوجودي ولا بغير وجودي خليه للأيام ما نحبش نتكلم في مواضيع احتراما للشخصيات اللي موجودة في الترجلات التونسي واحتراما للسرية الاتصالات مفهوم أشكرك شكرا جزيلا كابتل وحثمان النجاب المدارب عام الترجي السابق المرشح لخلافة المدارب نبيل معلول بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة طيب حلو الكلام حلو الكلام وحلو احترام النادي الأهلي من الجميع بصراحة يعني نروح لكواليس ما يدور في ملاب في الكورة داخل نادي الزمال كنت لست أقول لكم عليها قبل هذه المداخلة تعالوا نمشي واحدة واحدة ركزوا عشان فيه كواليس في منتهى الأهمية في منتهى الأهمية يلا بينا بدأت اللجنة الفنية في نادي الزمالك التحرك لحسم عدد من الملفات المتعلقة بفريق الكورة خلال الفترة المقبلة سواء تجديد عقود اللاعبين او تحديد اللاعبين الراحلين عن الفريق في الفترة المقبلة ايضا هناك ثلاثة لعبين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي وهم حمزة المسلوسي وسيف فاروق عفر ويوسف اسامة نبيه ويسود الاتجاه داخل الزمالك لتجديد عقد السنائي المسلوسي وجعفر وتجاهل يوسف اسامة نبيه الذي وقع بالفعل الناجب بيرامدز إلا أن أحمد حسان ميدو يرغب فيه الإبقاء عليه وهو الأمر الذي يأتي معاكسا لرغبة المدربة الكولومبي خوان كارلوس وسوريا ايضا فيما يخص اللاعبين الراحلين هناك أسماء بالفعل أصبحت خارج الزمالك وأمرها محسوم منذ فترة كما تم الاتفاق على رحيل أسماء أخرى في الفترة المقبلة هناك تغيير كامل بالفريق حيث اقتربت ناشا اللاعب من الرحيل عن القلعة البيضاء اللاعبين الراحلين ملف اللاعبين الراحلين أيضا في حراس المرمى هناك شبه اتفاق على عدم تجديد عقد محمد عواد الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل بسبب قيمة عقده التي تصل إلى 16 مليون جنيه في الموسم الواحد حيث تم الاستقرار على بيعه بنهاية الموسم الجاري في ظل وجود عروض له من أندية بيرامد زوال بنك الآلي أيضا في خط الدفاع يعد السنائي مصطفى الزناري وحسام عبد المجيد قريبان من الخروج إعارة هذا إلى جانب بيع محمود شبانة فيما سيحصل محمد عبد الغاني على فرصة حتى ينار المجبر خاصة بعد إصابة محمود حمدي الوينش واحتمالية غيابه للشتاء القادم بجانب الرحيل المنتظر اللي عبدالله جمع على سبيل البيع النهاية ونفس الأمر أيضا مع عمر جابر الذي أصبح قريبا من الرحيل إلى فاركو وفي خط الوسط هناك استقرار على رحيل محمد أشرف روح الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم القادم إلى جانب رحيل عمر السيسي سواء على سبيل الأعارة أو البيع النهاية أما بالنسبة للسنائي الأجنبي السنغالي إبراهيم نضاي والمغربي أحمد بالحاج تم الاستقرار على بيع نضاي بجانب عدم تفعيل بند شراء بالحاج بعد انتهاء أعارته من نادي أسوان الملمين اللي بيلعب في النادي في خط الهجوم يتصدر البنيني طبعا سامسون أكينيولا قائمة الراحلين عن الفريق سواب البيع أو فسخ التعاقد بشكل رسمي بجانب التفكير في أعارة سيد عبدالله نمار وهناك موقف معلق للسنائي محمد عبدالشافي ومحمود عبدالرازي الشكبالة حيث يوجد اتجاه لاعتزالهما بنهاية الموسم وإن كان عبدالشافي أقرب للاعتزال من شكبالة يعني شكبالة ولد جدا أنه يكمل لكن عبدالشافي غالبا الأقرب للاعتزال غالبا يعني طيب كمان الزمالك تلقى رفضا جديدا من نادي بيرامدز بعد ما رفضت إدارة النادي أي مفاوضات حول بيع اللاعب محمد الشيبي الزهير الأيمن للفريق وتمسكهم ببقاء اللاعب وعدم رحيله عن الفريق خلال الانتقالات الصيفية المقبلة الشيء يكمل مع بيرامدز ولن يرحل إلى نادي الزمالك كمان مصدر بالزمالك أكيد لها من مفاوضات الزمالك لضم وليد الكارتي لاعب بيرامدز اللي ينتهي تعاقدهم مع بيرامدز في الموسم المقبل لم تبدأ حتى الآن وهناك نسبة كبيرة في غلق الباب حول هذه الصفقة بسبب رغبة بيرامدز في تجديد عقد اللاعب ومنحه ما يريد من مقابل مال يعني الزمالك يش يقدر يخش السباق المالي مع بيرامدز فيما يخص وليد كارتي في الوقت الحالي كمان حالة من الغضب سيطرت على بعض اللاعب نادي الزمالك بسبب تغيير مراكزهم من جانب المدرب الكولومبي وعدم ظهورهم بشكل جيد في المراكز الجديدة وزي قلت لكم انبادح اللاعب المصري مش لعب الزمالك اللاعب المصري مش لعب الزمالك ما عندوش أو معظم اللاعبين المصريين ما عندهمش المرونة الكافية لتغيير مراكزهم بسهولة هتلاقي استثناءات هتلاقي كم لعب كده في تاريخ مصر كلها عنده إمكانية تغيير مركزه كم واحد يعني تعدهم مثلا على أصابع اليدين بكتير يعني عشر بكتير طيب نروح دي النادي الأهلي والساعات اللي فاتت الوكلاء اللي جابوا عرض الوكرة القطري وبعض العروض القطرية الأخرى لضم حمدي فتحي من النادي الأهلي بيحاولوا مع النادي الأهلي وبيسعوا انه هم يحسنوا صفقة حمدي فتحي المعروض المعروض لشراء حمدي فتحي خمسة مليون دولار هاي الأهلي مبسوط بالخمسة مليون دولار ورقم ضخم هو لا الأهلي عايز سبعة مليون دولار للاستغناء النهاية عن حمدي فتحي أو اتنين مليون دولار ويخرج أعارة سنة في كل الأحوال في كل الأحوال مكسب للأهلي مكسب للأهلي الأهلي كي كي طلب عرض رسمي عشان بس ايه كل ده كلام موكلة الأهلي طلب عرض رسمي عشان يبقى فيه مناقشات في هذا العمر هتقول لي يعني مكسب للأهلي هقول لك الأهلي زبالك اسماعيلي وبراميدز أنا نفسي نتعامل مع هذه الأمور بكثير من المرونة يعني ايه الأهلي بيسرف فلوس كتيرة جدا على فريق الكورة والأهلي ممكن يحصل له خلل في ميزانية فريق الكورة مش بكلم ميزانية نادي ميزانية فريق الكورة اللي هي مصاريفك واللي بتكسبه مع كل ميزانية طبيعي بالمناسبة من ساعة ما الأهلي دايما بيبقى فيه خلل في الميزانية في مصر بيبقى فيه خلل ليه؟ والتحديدا أنا أتكلم عن الأندية الجماهرية الأندية الجماهرية بتصرف كتير قوي وما بتبعش بسهولة نادرة يعني لما تبيع لعب وتاخد فيه رقم كبير لأ الأندية الكبيرة في العالم كله في العالم كله ركز معي في العالم كله والأندية الكبيرة بتبيع لعيبة مهمين عشان تاخد فلوس ويه تبدأ تطور من الفريق وتحسنه هالحمد فتحي مش واحد من أهم أهم عمية الأهل السياة دلوقتي بس لو جي مسلا سبعة مليون دولار لأ بيع بيع وهاتلعيبة كمان مميزة تاني هتقول لي لا يا عم أنا مال أنا أنا كجمهور باخد فلوس هقول لك يعني هو جمهور ريال مادريد خد فلوس على كاسيميلو لما اتبع لمنشستر يونيتد مثلا يعني هقول لك مثلا ان ستيلنج لما اتبع لتشيلسي جمهير مانشستر سيتي خدت فلوس لما جيسوس اتبع لأرسل جمهور مانشستر سيتي خدت فلوس طب بلاش هل مانشستر سيتي لما بيع اللعيبة دي بطل ياخد بطولات هل ريال مادريد لما بيع كاسيميرو وقبلها راموس وقبلها فران وسب كريستيانو بطل ياخد بطولات خد بطولات لأهل نفسه بيع إفونا بتمانية مليون دولار وباع رمضان الصبحي بستة مليون دولار وكايت لقيبة مهمة هل لأهل نفسه بطل ياخد بطولات طب بس أنا الحاجات دي دايما الإدارات بيبقى عندها قلق من الجميل يقول لك إيه آمانا لو سيبته اتباع الجميلة تيجي تقول انت بعت النجوم وفضلت الفريق من النجوم لأ جالك رقم كويس ياليك بالنادي وياليك باللعب بيع أدم هتعرف تعوض كمان وبرضه ما تروحش المدير فاني تقول له إيه أنا أخذ منك حمد فتحي بس معلش مش عارف أجيب لك بديل لأ وانت عملت له مشكلة وعملت للفريق مشكلة بس لما تأخذ سبع مليون دولار لأ طبعا تجيب واحد واثنين وثلاثة واربعة وحكاية حلو ماشي خلال رحلة العودة عودة النادي الأهلي من تونس تم عرض فكرة التعاقد مع محمد علي بن رمضان على مرسل قرار قالوا للمدرب كنت لسه بس قالوا الوقت للمدرب العام السابق للتراجي التونسي كابتن عثمان النجار قالوا للمدرب إنه هو لعب جيد وهو اللاعب اللي كان بيرائب أو اللي كنت مخلي مران عطية يرائبه في هذه المواجهة قال لهم هو عجبني فعلا عايز أشوفه في مبارات العودة وعايز أشوفه في مبارات أخرى عشان أحسن قراري إن الأهلي يروح يتفوض على ضم محمد علي بن رمضان في رأيي واحد من لعيبة الهيلجة واحد من أفضل لعيبي الموجودين حاليا في شمال الأفراق يلعبه في شمال الأفراق منذ سنوات كمان منذ بداياته يعني رامي ربيعة أنت قال في قصة رامي ربيعة هيجدد ولا مش هيجدد هيجدد ولا مش هيجدد كنت قلت لكم من كام يوم إن رامي طلب إنه يبقى فيها أولى الأهلي ما كانتش شايف إنه ده حاجة صحيحة أو مش هيقدر يعمل ده فالأهلي يوصل مع رامي ربيعة لاتفاق وسط لاتفاق وسط عشان يجدد عقده إنه مش هياخد الفئة الأولى الأرقام اللي بياخدوها الفئة الأولى في الفريق بس هيشلوله من التعاقد نسبة المشاركات يعني مش تتحسب يعني مثلا مثلا يعني مش ده الرقم بس لو هياخد ستة مليون جنيه في الموسم هياخدهم لعب بقى ملعبش شاركة ما شاركش هياخد ستة مليون لو عايز فيها أولى مثلا عشر تنشر مليون جنيه فلازم نشوف بقى نسبة المشاركات فهو شاف إنه كده هيبقى أحسن خاصة لو ما بيشاركش كتير فهم ماشيين في طريق التجديد خلاص يعني الأمور بقى فيها تقارب في وجهات النظر بشكل كبير جدا ناحة تانية أيمن أشرف خلاص نادي الأهلي بلغوا كده بشكل ودي قلت لكم الكلامنا من كم يوم شوف حالك شوف حالك انتهت رحل عن الفريق بنهاية الموسم عشان كده أيمن أشرف مع وكلاء لعبين بدأوا يشوفوا أو يتناقشوا في عروض جاية من الدوليات الخالجية تحديدنا السعودي أو الإماراتي أو القطري وأيمن هو بيفضل يلعب في الخليج أكتر ما بيلعب أو أكتر ما يلعب في الدولي المصري لو رحل عن النادي الأهلي عشان كده هو بيبحث عن عرض خليجي في الفترة الحالية طيب هلستم كميين مع حضراتكم نتكلم عن مباراة الأهلي والترجل الماضية هنتكلم عن الأهلي وترجل يلعب إزاي الفترة القادمة هنتكلم كمان عن النهاردة غزل المحلة وهو يتحسن نسبيا فيه النتائج في الدولي ويبعت شوية عن الخطر بتاع الهبوط مع الكابتن الكبير كابتن عبد الحميد شبانة نجم النادي الأهلي وغزل محلة الأسبق بعد هذا الفاصل خليكم معنا أعلم بحضراتكم مرة أخرى يشرفني وينورني في هذه الفقرة النجم كابتن عبد الحميد شبانة نجم النادي الأهلي وغزل محلة الأسبق كابتن عبد الحميد مشرف وبنور حبيبي يا أستاذ كريم أنا طبعاً أتشرف لنا معاك ومعاك قبل كده ودايماً بتابعك يعني من الناس المحترمة وقراءهم محترمة ده شرف لها كبير جداً حبيبي والله ومدير فني لبنوف مدير فني لبنوف وإن شاء الله بإذن فترة جاية بإذن الله يبقى في حالك ويسى يعني عشان بس الناس ممكن الناس بتعرفش إن انت تجاهت للتدريب أنا كنت بس كده حبيبيت قبل ما ندخل أنا شغال مع فريق منوف فريق محترم ممكن إمكانيات مش كبيرة بس عادنا ندردش عن طموحاته ففرصة نتكلم فيه يعني انت عايز تشتغل على الكريم بتاع التدريب طبعاً والعش الأول والأخير الكورة طبعاً يعني من زمان الواحد بلعب حتى ترسم نفس الطريق كده إن شاء الله بإذن الله لازم بعد اللعب هو التفكير كل الكورة يعني فنتفرج كمان على الكورة الأوروبية كمان فبتعلم حاجة كتيرة كمان عن اللي هنا طبعاً اللي أنا أتكلم فيها فإن شاء الله بإذن الله يعني حلم وحاقه زي ما حاجة في اللي عابين لما بيعتذروا يقول لك أروح أشتغل في اقطاعات ناشيين أشتغل مساعد مع مدير فني ليه أنت قررت أتيبها من تحت زي ما بيقوله كمدير فني والله أولاً للفضل عليها طبعاً بلدي منوف طبعاً إن محدش هتحدث الفرصة زي بلدك والناس هناك مشهورة يعني في النادي منوف واسقة فيك جداً يعني وعرفة طموحك وعرفة فكرة بتاعك حتة اللي وقت تابع مشكلة عندي إن أنا ليه رأي شوية وبحترم رأي جداً وواصل في رأي جداً يعني مش كله صح طبعاً بس إيه معظم صح والواحد بتوقعه ممكن بيلاقي يعني فإن أنا أتنتبع لحد هتحس إن أنت موظف يعني ملاتش دور يعني تعرض عليها الفكرة كتير إن أنا أروح أمسك في عندها بس هي وجهات نظر يعني برضو هم المساعدين اللي موجودين مع مديرين فنيين هم ناس شطرة بتكتهد وكويسين هل بتبقى أنت مثلا إيه لا أنا عايزة بقى الرجل الأول من ديوان أنا عايزة بقى أنا صاحب قراري والموضوع فيه يعني إيجابياً وسلبياً طبعاً بس على حسب شخصية الإنسان دي يعني ممكن يفكر مثلاً إن أنا هاعد فترة الرجل التاني طبعاً وبعد كده هبدأ رحلة الرجل الأول فبينسى نفسه الرجل التاني يعني عمري ما شفت ألاقي الأول اللي ما بشوف مدير فني وليه مساعدين ألاقي المساعد ده بقى مدير فني تاني صح إلا مثلا إيه يعني النسب أليه لا جداً يعني أتفرج على أرتدة دلوقتي كان مساعد اللي بيبجرد يقول لك بلنافس عداء الإنجليزي يعني الناس دي يعني الناس دي كابتش هو غريب مع كده حش هاي يعني فيها مثالة طبعاً كابتل حسين البدري مع مانو والجوزي إنت قلت تات أسماء هو أه تخيل بقى من كام اسم أه وبرضو إنهم يمسكوا في الفرصة ويبقوا رجل الأول وينجح ما يشوفتاش شكتير يعني إلا مثلا جابتل حسين البدري برضو الظروف ساعدته إن هو مسك نادي الأهلي آآ التجارب اللي هي التانية مع مثلا مع أمبي مع هلال السوداني برضو مش اللي هي نجحة النجاح اللي هو مع المريخ نجح النجح مع المريخ السوداني ما يخذ زاني مسك المريخ يا الهلال يعني أنا أقصد إنه إنت عندك حق يعني يعني ما بقولش برضو إنه أصلاً مثلا نفس أشوف دورديولا مسك مسلا سوسامتون مسك مسلا برينتفورد آآ أشوف برضو هيتطبق الفكر ده في الإمكانات المتوسطة آآ بصوا أعظم مدربين اللي هم بتاريخ الكورة بس برضو إيه عارف اللي هو راح مسك أندية موفرة له كل حاجة صحيح عايز مثلا هالند عجيب لك هالند وألفاريز وعايز عجيب لك لما العصفور ما يهمكش طمعاً طمعاً إيه الفارق بينه بالمدرب يعني مثلا مدرب يلوها ديزيربي اللي هو بتاع برايتون برايتون ده عامل بتاع اليوكاسل اسمه سميس ده عامل حاجات بص من يعني مثلا خال مثلا لازل محلة بتنفس على الدوري وهي مثلا بقل لميكانيات وقل جودة اللعيبة مع أنها لا يفعل لعيبة محترمة جداً وتبقديم فأقول للموسم أول وتاني وتالت اللي هو لتغيير الإجاز الفني فدي بشوف فيها المدرب يعني اللي هو أصل المدرب لما يلاقي كل حاجة جاهزة ويحقق طب أنا مدرب الأهلي مثلا بيجي مسك إلى أهلي على مسك إلى أهلي زي قبل كده فين جودة كيرة قالت أن أي حد يمسي أهلي هينجح معي وفعلاً هينجح بس هيفرق اللي هو بينجح بينجح ويمتع ويقدم كورة حلوة زي مثلا ما حدش اختلف على فايرر ليه مع أنه ما خلش بتوط أفريكي ولا حاجة يراك في مرسل كورر أنا شايف نرام مدربين كويسين بس اللي هو يعرف مش اللي هو برضو كويس أوي يعني آه هو كويس بحق نتاج زي مثلا موسيماني موسيماني يعني ما حدش اختلف على النتاية يعني أتكلم له حد أو أنت عايزي من موسيماني أنه حالة تلاتة أفريكي حقق منهم اتنين ممكن مشكلة في الدوري بس عادي يعني كان أهم حاجة أفريكي ساعتها أنت واخد الدوري أربع خمس سنين وربعط آه بيحصل ظروف في الدوري آه مش الأهل اللي يخسر دوريين وربعط بس برضو عارف فيها وقت كده مع موسيماني تحسني أهلي مالوش هوية مش هوية النادي الأهل اللي هو الهوية الرجومية الضغطة على الفرق الكرة الحلوة كان معظم لقته ليه يا عم إحنا كسبنا خلاص آه يعني أنت موسيماني ما كانتش بيعجبك لعبه طريق اللعب الأهلي وقت موسيماني لعب والتغييرات محتفظ بعتناشر لعيب أو اتناشر لعيب بيلعب بيهم ده اللي عانى منه الأهلي بعد أنه موسيماني ماشي بقى فيه إصابات كتير قوي لعيبة مجهدة زي مثلا السلية كان علي معلول ساعتها في مطش الباير لما تصاب ده برضو برضو دي سلبية برضو مع كولر دلوقتي إن معظم اللعبة اللي في الآهلي رياحت معادة علي معلول دلوقتي مثلا منشاط الدوري يعني أعتبر من نسبة 80-95% حسم الدوري ليه ما يديش مثلا واحد زي أشرف إن أنا أشوفه إنه يقدر فعلا يشيل بعد علي معلولها لا ليه ما يديش واحد اسمه كوكا لعيب ديفندر جميل جدا حاجة صراحة على مستغرب ليه ما ياخدش خبرات من حتى من اللعبة اللي بتلعب يعني زي فاتحي ومروان اللي ما شاء الله يعني مستغر عالي جدا فالحيات دي يعني سعب بتقول لي المدير الفني ده هو كويس قوي بس النقطة الزغرة دي هتفرق قوي كمان في الكرة اللي بيقدمها صحيح بس أنت بالمناسبة شايف مارسي كرة أفضل ولا موسماني في الكرة في الكرة كولر كولر شايف اللعب على الفرق اللي بيلعبها بره أو جوه اللي هو ثلاثة دي فندر ده كان المسلماني بيلعب باتنين دي فندر والواحد ده كما عشر فاللواء ألعب ثلاثة دي فندر أداية المساحات عندي ثلاثة قدام كلوتهم هجومية وإيجابين عجون حتة النفسية كمان أنه بيعرف تعمل نفسيا جدا مع اللعبة مش ده بيرسي تاو مش ده كاربا حسين الشحات هاني لا حاجات بصراحة كريم فواد قبل ما يتصاب نجيب واحد باكي مين اللعب وهو فدي حاجة يعني عنده رؤية كويسة جدا فده اللي فرق شوية كولر عن المسلماني حتى أتلاقي ده بيان في الأداء بتاع في الأهل مسلماني كان منروح ندفع كويس قوي ونكسب أو نتعادل ونخلصنا في الكريورة مثلا بيجون ولا حاجة في مشاريع الدوري كنا بنعاني في المشاريع الدوري ونجيسا مثلا فاخر دي أولا حاجة إن الماركولر مع الكولر لأ ممكن تغييرات ومتأخرة شوية ساعات أوقات كده يعني مثلا ماتش ماتش البيارن الريا المديني حسين الشاعات أفضل واحد في الملعب رحمة الله حسين الشاعات برضو تغيير غريب أفشة كان مش كويس طوله الماتش ما خليه لحد دي مثلا تمانين حادات الصغيرة دي ممكن تفرق معايا في نتيبت الماتش صحية طيب الأهلي قدام التراجع كنت تتواقع النتيجة دي في الاردس مش النتيجة كبيرة دي بس نوعات نعمل الأهلي هيعمل نتيجة إيجابية مش شارفة على ماتش تراجدي وشاب بلوزداد وتراجدي برضو الزمالك ما عندهمش مثلا إن هو اتنين لعيبة من رمضان أو حمدي الهوني هما اللي بيعتمد عليهم معتمامات كل والهوني كان مصاب في الماتش يعني برضو الحارس يعني أنا همرا شوف حارس لفرقة كبيرة ألف فيه حراس يعني مفيش سنس آآ يعني الحالات اللي هي الأساسية اللي هو التراي والحالات دي يعني لما أنا أقول لواحد حارس التراجع اللي بينافس بطولة أفراكيا مفروض التراي يتعامل كده ولا كده يعني ما عداش على أحرص المرمى يعني ما أحطرامي ليه جدا بس إن حارس المرمى ألف فيه كورا مثلا من ناحية اليمينة أشوف ناحية الشمال يعني بعيدة طبعا آآ في البعيدة فبيرس تاوي شادق بوش رجله غريبة برضو والحارس ساعده على النوع ينجاح يعني يعني فالموضوع غيابات كثيرة الجمهور ما عرفش برضو سبب الجمهور اللي عملوا ده مع إن هم كانوا نتيجة إيجابية مع شابلو الزداد المطش اللي هو التاني شابت القبائل شابت القبائل آآ فالآ إيجابات عوامل معينة بس برضو مستوى الترجي وحش جدا صحيح وكولر عنده ميزة برضو إن هو بيعرف يحترم الخصم مهما كان هو مستوى عالي ولا أوليل دي نقطة مهمة بيشوف هو بيبدأ عارف جس تابع أبو تعلامن إيه إنه الأهلي برايح توني سوحاس إن الترجي مش في حالته مهير فالأهلي ينزل مشتهتر بالمباراة يفتح أو خطوط والتعلان جدا قلت المباراة خداعة لا لا أنا تلاحظت في المطش إن الكورة مثلا مع الترجي أول ما الأهلي يفتح بالكورة تلاقي معظم اللعيبة إلا مثلا ممكن كاربا بس إنها كاربا كله تحت نص الملعب صحيح وميزة كمان إنه هو عاملها حالة مع الأهلي إنه هو مقرب الخطوط كلها من بعض يعني تلاقي مثلا مرة أعطيها جنب هاني حمد فتحي جنب علي معلول والإدفندر الثالث فوسطوم ديانج عنده تنوع في نص الملعب مرة يحط سرعات زي ديانج يدي حرية هجومية لحمد فتحي تكمل مع التاتة اللي قدام مرة أعطيها ثابت وبيغطي مع كل الأطراف الشمال واليمين وسعب بيلعب مع المساكين إيه رأيك في مرة أعطيها بالمناسبة عارف كان زبان بيقولوا للصفقة البكيري أهلي أو زمالك ما فيهش ضجة أو ما فيهش خلام عليها بتنجح فده أثبت أنه يعني عارف اللي هو أيه برضو تبقى إيه برضو سلبية اختبارات المنتخب يعني واحد زي مرانج عطيها ده مثلا مفروض يعني كان مدرب كيروش سبب برضو أن أعمالي ميرجي على أهلي اللي هو ما اختروهش من فيوتشر وده له فرصة لما حجاز يتصاب أو الوينشت صاب بين في مطش الاتنين أه لما أخشي فرصة دي ما كانش يجي الأهلي ممكن يعني منزمة كبيرة صح فإن مرانج أعطيها إن شاء الله هي مستقبل منتخب مصر بس برضو يعني عارف اللي هو إيه دي بنرجع لنقطة فين يعني المحللين أو التشفين اللي شوف واحد زي مرانج أعطيها ده تم استخبئ فين صح العيب عارف اللي هو العيب يفكرني مثلا عن نفسي مثلا حسن عبد الربو محمد شوقي تامرة بحميد عز مالك لأ لعيب ما شاء الله عشان ربنا يعني يحرصه يعني متكامل صحيح عارف اللي هو الكوة معاليها بالكورة مع الرؤية بتاع الملعب جليل مينوش مالشغالين هو بس نقص له حاجة واحدة بس اللي هو كان بيعملها في الاتحاد رب ما يسفى جدا الشطن نعرفون مزبوط لأنه وكان في الاتحاد دابو جوان كيرا أو من الشطن صحيح نصبه هو هو ومحمود حمدة وكان لعيب اسمه محمود اسمه نحمد حاجة بتاع دجلة من أشوال في نص الملعب ديفندر في أمبي هو الوقتي في أمبي نص الملعب ديفندر هو أشوال هو لعيب كورة جامد قوي ويوسف يا عكوبو في البنك الأهلي من اللعيبة اللي عارف الناس اللي انت بتفرج مسلا على فرق عشانهم يعني صحكوا يا عكوبو صحكوا يا عكوبو يعني طيب التحول اللي حصل للنادي الأهلي وأكلمك بقى في الناحية الهجومية لما كهرباء رجع هل كهرباء خلاص مال الحتة بتاعت المهاجم دي في النادي الأهلي وانت لا شايف في بعض الكسور في الناحية الهجومية في النادي الأهلي هو ملاح عليا إنما الأهلي محتاجة دي ده أصحر بأفريكي ده لازم الأهلي الأهلي كويس جدا بس برضو عشان الناس ما تطلعشوا ليه أنت برضو بتطعف الأهلي لأ الأهلي كويس جدا بس برضو ضعف الخصوم اللي بلعبها يعني التراجي مش ده التراجي آه أحنا نتمنى للفرة كلها تبقى ضعيفة آه أنت عايز لما الأهلي بقى يروح يلعب مع مستوى عالي جدا يجي من نص فرصة يسجل يعني مثل المرس الكورده لما جيه فبقى مضطر الأهلي يسنع عشرين وخمسة وعشرين فرصة عشان يسجل هدف أو اتنين أو تلاتة بس فأنت عايز من نص فرصة بقى حدث ده اللي بتكلم فيه الأهلي بيلعب مش بيلعب كاس مصر أو راس رابطة أو لأ سعب بينافس بطولة مثلا بطل مصر وبطل آسيا في السعودية سعب الأندية مثلا السوبر الأفريكي سانداونز منافس قوي جدا منافس رهيب فلا الأهلي بقول ومعروف أن الأهلي أو الزمالك مفروض دراس حربة يعني قوي جدا ولو الأهلي وزي ما جابوهش مين هجيب يعني صحيح وقربة بلغة الكورة يعني وقاس فيه صيح كورة هو فاهمه هو بيعمل ايه يعني بيدحك على المدافعين هو عارف ما بتعبش نفسه في حتة الدفاعية مستني بس الغلطة الضغطة بتاعه كويس جدا مع التحرط بيعفت حرك جدا حلو جدا في الثمانتاشر شمال يمين قبل ما تيجي الأهلي كنت متقلق جدا أنه ما جيت النادي الأهلي وجهك شوية سوق حظ مع النادي الأهلي لكذا سبب هل أنت حاسس أنه اللي بيعيش فيه شادي حسين شابه هل أنت عاشته في النادي الأهلي؟ والله شوية بس مع الفرق الفرق أن أيام ما ارتبطتها في الأهلي أقولك مثلا كان عم حارس نجمي في فتة اللبس في كل مكان يعني أنا بتريح على فرقة لسه منهم مثلا سبعة أو ثمانية منتخب مصر راجعين من منطقة أفريقيا في عام 2010 بتاعت غانا ما تسمنا غانا مشكلة كمان يعني حسام غالي راجع من السعودية في محمد شوقي راجع من ميدلس برابين صح بتنحمد حسن راجع من بلجيكا محمد ناي جد ورجع من هدف في بطولة أفريقيا يعني مش يفعل الموجودين لا راجع الناس كلها كمان اللي قال راجع من برة فكان فرقة كلها بصراحة أنا اتشرفته وستفدت تتير حتى لو ما لعبتش كتير بس استفدت كتير جدام من التعامل مع الشخصيات دي يعني إنما الأهلي دلوقتي برضو مش اللي هو اللي تقدر تخش تدخل نفسك في التشكيلة يعني تقدر تساعد نفسك وتخش وتاخد مكان تقدر وشالي خد فرص ممكن فرص مش كبيرة آي بس برضو عارف عشان كان في وقت الأهلي كان بيفقد نوعا كتير يا في الدوري يا في طولة أفريقيا في المتشاط فممكن ما خدش فرص كاملة بس خد فرص وتمنى أنه يستمر يعني ما يكراهش الغلطة أنا أغلطها إن أنا عايز لأ أنا عايز ألعب تفاهم؟ لأن معظم الأندية عارف اللي هو إيه هتروح مش تبقى نجم زي الأول إلا لو رجع سراميكا إنه من الناس يعني الفرق يعطوها ربيته يعني فأتمنى إنه يستمر في الأهلي طيب شايف مين دلوقتي في تشكيلة النادي الأهلي عنده وفرة كبيرة في لعبي وسط المرأة شايف مين السلاسي اللي المفروض يمهم السبتين هو يعني الأفضل أو الأطسر حظا يعني أو الأحسن فنين هو مران أعطيها طبع ومعها حمدي فتحي لأن من ساعة لو لاحظت إن من ساعة مران أعطيها رجع حمدي فتحي بقى ليه أدوار هجومية أيها بقى متحرر أوي صح لأن حمدي فتحي يعني الميزة بتاعته اللي هو الكتالية والدفاع واللي هو بيغطي على كل الناس صح دوقتي خلاص واتحرم الحتة دي مران أعطيها قيم بكل أدوار دي حتى كمان مران أعطيها بيعمل أسستات مران أعطيها حمدي فتحي وقاله دي أنجي بصراحة يعني برضو عمر السلية مش أقول مستوى نزل ممكن يكون أجهت شوية الفترة اللي كان حمدي مش موجود مران أعطيها لسه مجاشي طبعا يعني بس بصراحة عمر السلية تحس المدربين يحبوك في الملعب لأنه لعيب الحترة بيرجع من الإصابة يدخلوه على طولي من الإصابة تاني يستنوه يخش على طولي وعرف اللغة الكرة لعيب قنيك يعني اللغة المحترم برا ملعب ولغة ملعب ما فيش اللغة برضا انت بتلاحظ أن أي لعيب مثلا بيبقى أساسي في فرقة ومحق معهم بطولات لو قاعد شوية ممكن إيه يالي بوشه وبتاعه يدد لا عمر السلية عرف أنه في نادي الأهل يجيبير عرف اللعيب اللي بييجي مكانه يبقى لعيب مميز وعرف أنه لازم ياخد فرصة كاملة إنما هو دوره موجود ومهم مش مفتقد أفشا في تشكيلة الأهل هو أفشا مفتقد نفسه أصلا يعني فعلم أفشا هو وصل نفسه يعني كذا فترة مثلا بعد ماتش اللي هو القاضية بتاع الزمالك مستوى بقى نزل جدا ما حاولش حتى لما قاعد احتواتي كذا مرة لما بيرجع ما بيحاولش برضو يبين الناس إن أنا عايز وبتمرع على نفسي أنا نفسي هو عنده كورة كويسة بس هو اللي مش بساعد نفسه يعني بلغة الكورة يعني هو معظم لعبه شوية سلبي من نوع اللي هو سلبي إزاي من نوع أفشا من العيبة اللي بتعرف توصل للجه بتاع بتاع تدي تمريرات حسن لو لاحظت أفشا في فترة الأخيرة إن المفروض اللي هو رقم 8 أو رقم 10 اللي هو تحت روس الحربة ده أو قدام الديفندرات إن هو دور النوع يوصل للمهاجمين معظم أفشا في آخر فترات بيستلم وينزل لتحت بيستلم ويلعب مع الديفندرات أو بيحدف نفسه في الحتة اللي هي في نص الملعب طب أنا يعني استحالي أعرف أعمل أسست مثلا أو أشوت شوطة أو آخر فترات أفشا ما جابش جون أعملش أسست حتى ما بيسؤل قدام بيتصرف بكرة بتصرف غريب يعني ما باصي بالعرض جامد ما بيلعبش على واحد يعني فالحقائد ديال بعد يتقفش شوي يعني أتمنى أنه راجع نفسه يعني لا 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 من في النهاية الأهلي آه أنا أتمنى الأوداد تتمنى الأوداد آه لأنما سندونز أعتدت ساب الأوداد آه سندونز فيها مرعبة يعني سندونز من أنا تقول تصريح كده والناس برضو حجمتني آه قالت أنت لسه الأهلي خصم خمسة طب ما برضو الأهلي كانت خصم خمسة مرة بعد كده وخدنا البطولة مرتين بعد كده وخدنا البطولة صح وأنا بلعب فرقة من أحسن الفرقة الأفريقية آه أحسن فرقة فنيا وقافة في الملعب آه كل حاجة عندها كويسة فلازم أخاف منها آه بس الأهلي برضو من الأنمية يعني مثلا وضربت مثلا الأهلي هو ريان مدريد مصر ريان مدريد فأسوأ حالاته الستي كان خايف منه المطش اللي فات صح طب وليه مع أعظم مدرب أحسن فرقة أحسن واجن في العالم لأ لما فيه شخصية ريان مدريد وقت ما يكون فيه الناس كلها عارفة أن الستي هايكسب لأ فرقة تيرة جدا وعندها خبرات صح والأهلي عنده من أكبر فرقة عندها خبرات فأفريقية يعني صح إن شاء الله الأهلي مهما كان الوداد أو سانداونز الأهلي إن شاء الله يكسب ونتمنى سانداونز كنوا حالة ممتعة يا حبيبي دايما موافق إن شاء الله شكرا جزيلا هل ستكملين مع حضراتكم بعد الفاصل أضماكدان الرديان ألم الشرقاء وماجد جلس هلتكلم معاهم في حاجات مهمة جدا تخص الدوري السعودي وحكاية ميسي ومن يخص باللقب وفي السعوة ومالدو تفاصيل كثيرة جدا في النهاحة تانية عند الدوري السعودي بعد أزال فاصل خليكم معاهم يا أعلم بحضراتكم مرة أخرى الناس اللي موجودة معادي دلوقتي هم أصدقاء أعزائي من أشتر الصحفيين يمكن اللي موجودين رياضيين في مصر لحظي السايق إنهم ما تقابلتش معاهم على الهوى والله مرة قبل كده ولكن هم نجوم في الشغلانة أدم الشرقاء وماجد جزر أدم مشرف ومنور حقيقي سعيد بتواجدك أهلا بيك وأهلا بكل سادة المشاهدين سعيد بالتواجد محضر أخباركي كله بخير كل تمام ماجد مشرف ومنور الدنيا أهلا بيك يا كريم إحنا صحاب من زمان بس قريبا أول مرة نتقابل فعلا مبسوطنا أنا معاك المرض منور الدنيا حبيب كل أمورك وعيسة كل زي الفور يا رب تي نخش في الجد على طول يلا بينا كالعادة إحنا هنا في عناوين أستاذ أدهم عناوين أستاذ ماجد إحنا بنقول للعناوين بنقول للعناوين وهم بيقولون بقى بقى التفاصيل ما بعد هذه العناوين المهمة جدا أول عناوين عنده أستاذ أدهم محمد عبد المنعم على رادار الدوري السعودي وإصابة الوينش تعطل وجوده في الدوري السعودي إيه الحكاية؟ طبعا الكرة القدم السعودية في هذه الفترة بالذات بتستقطب أفضل النجوم في كل مراكز اللعبة سنائي محمد عبد المنعم ومحمود حمد الوينش كان الحقيقة فيه طلب كبير ليهم من أندية السعودية في الفترة الأخيرة خاصة قطبي مدينة جدة سواء اتحاد جدة أو أهل جدة إصابة الوينش اليوم اشتباه في الرباط الصليبي ربما تبعد اسم محمود حمد الوينش عن قائمة اللاعبين اللي ممكن يكونوا متواجدين في السعودية في المرحلة القادمة لكن الحقيقة تقلق محمد عبد المنعم مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا الماضية وكذلك في مشوار النادي الأهلي هذا الموسم في دوري أبطال إفريقيا جعل أعين الجميع هناك في جدة على اللعب محمد عبد المنعم خاصة مع التقلق الكبير لأحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد واقتراب نادي الاتحاد من معانقة اللقب لأول مرة من 2009 فتحت باب لسناء قلب الدفاع للمنتخب المصري للتواجد في المرحلة القادمة كذلك تريزيجي تريزيجي الجميع بيتحدث أن تريزيجي قريب من النادي الأهلي لكن هناك في مشكلة في قيد اللاعبين في النادي الأهلي السعودي هناك إقاف قيد لفتراتين متتليتين من غرفة فض المنازعات في فيفا أهلي جدد قدم طلب لمحكمة الكاس لعمل بعض التدابير الوقتية وتأجيل هذه العقوبة إلى الفترة الشتوية القادمة وبالتالي تريزيجي قد يكون قريبا من نادي اتحاد جدة في الصيف أهلي ولا اتحاد الاتحاد أقرب لأن الأهلي عنده مشكلة كبيرة جدا في القيد ربما عندما تحل أولا سيقدم طلبات لبعض اللاعبين المميزين نفس السؤال يا ماجد هل تريزيجي ممكن متواجد في الدولة السعودي الموسم القادمة زي ما قال أدهم وتريزيجي حاليا أقرب لنادي الاتحاد بالفعل في مسؤولين من نادي الاتحاد حاولوا تواصلوا مع اللاعب يمكن هو مأجل قراره لنهاية الموسم المفاوضات جدة خصوصا بعد نجاح تجربة أحمد حجازي ونجاح تجربة طرق حامد في الموسم ده ففكرة تواجد لعيب دولي مصري مع نادي الاتحاد فكرة تلقى اهتمام كبير سواء من المسؤولين أو من جماهير الاتحاد نفسها فأعتقد فرصة تريزيجي أن نحن نشوفه في الدولة السعودي فرصة كبيرة جدا أنت تخطى 60-70 في الموسم ممكن يكتمع مع حجازي وطرق حامد في الأواحد يبقى السلسية مصرية أعتقد ما حصلتش كتير في الدولة السعودي خصوصا أنهم هيلعبوا بفريق بطل والأهم كمان أن النادي الاتحاد بشكل كبير هيشارك في كسر عالم الأندية في النسخة الجديدة اللي هتلاعب في السعودية بصفة وبطل دولة المستضيفة فالتدعيم هيكون على أعلى مستوى فتريزيجي قد يكون هو برضو محظوظ باللعب النادي الاتحاد في الفترة دي الناس قد نهي بتشوف الدور السعودي مش أقوى حاجة مثلا اللعب في أوروبا أفضل بس حاليا هنشوف بنشوف رونالدو ممكن نشوف ميسي ميسي ممكن يروح الهلال؟ ممكن يروح الهلال بص اللي هيحصل في أنا قريبت نهارة سعاد من رئيس نادي الهلال رفض أي حد يسأله على ميسي بص هو مبارح بعدما أخده كاس الملك الناس سألته إيه حقيقة مفاوضات ميسي أنا مش هتكلم حدش سألنا عن ميسي صحفيا دائما صحفيا بنقول أدام ما نفتش يعني مدام ما قلتش مساني إيه دا حمش متفاول مع ميسي وقلت ما حدش كلمنا عن ميسي بقى في كلام بص الموضوع حصل بالزبط مع رئيس نادي النصر قبل ما ييجي رونالدو تسأل إيه حقيقة مفاوضات مع رونالدو سألهم قال لهم رونالدو مين أنا معرفش حد اسم رونالدو ولا بنفاوض حد اسم رونالدو وتقريبا اللي حصل مع رونالدو هو اللي بيحصل مع ميسي بالزبط كله في الأول قال رونالدو أكيد مش هيجي الدور السعودي الموضوع صعب الموضوع مستحيل في الآخر رونالدو رح للدور السعودي لسبب واحد هو العرض الجد هو العرض الأكثر قيمة مالية في العالم ميسي حاليا وصله عرض من هلال وصله عرض بقيمة مالية كبيرة بقيمة مالية كبيرة جدا أرقام متضربة 500 مليون 600 مليون 400 مليون بغض النظر الرقم في الرقم اللي وصله فعلا رقم ضخم جدا ولكن ميسي شخصيا هو نفسه مش عايز يخد التجربة حابب بيلعب لبرشلونا بس أكبر رقم حسب التقارير الأسبانية أن برشلونا ممكن يدفع 25-30 مليون ففرق شاسع جدا العرض الثاني هيكون من نادي انتر ميامي الأمريكي هيقدم عرض مش هتخطى 100 مليون فهو ميسي هيسيب العرض الهلال لآخر لحظة وفي الآخر أعتقد هيوافع عليه وجود رونالدو هيكون دافع لي وهنشوف حاجة خيال أعتقد في الدور السعودي طبعا معلوماتك بس أدام معلوماتي فهد بن نافر رئيس مجلس دارة نادي الهلال في شهر يناير الماضي ذهب إلى العاصمة الفرنسية باريس للقاء ممثل ميسي والده خرخي ميسي بعدها جاء خرخي ميسي 14 مارس إلى الرياض لرؤية قصر ميسي في منطقة حطين المنطقة الرقية في شمال الرياض واتفق على كل الاتفاقات مع مسؤول وزارة الرياضة السعودية برئاسة الأمير عبدالعزيز بن ترك الفيصل والسيد عبدالله فيصل حمد رئيس أكاديمية مهد الرياضية في السعودية وكان اللقاء في مدينة جدة بعيدا عن الإعلام هناك في الرياض واتفقوا إلى عرض أخير العرض الأخير الذي يقدم من نادي الهلال لميسي هو 320 مليون جنيه استرليني هذا العرض هو العرض الأخير واللي أكدته وكالة الأنباء الفرنسية منذ ثلاثة أيام هذا العرض هو العرض الأخير لميسي وافق عليه خرخي ميسي وكيل أعمال ميسي وهو والده وافقت عليه حتى أسرة ميسي أعتقد أن ديربي الرياض في الموسم القادم بين الهلال والنصر سيكون هو ديربي أو كلاسيكو العالم الذي سنتظر العالم بديلا عن كلاسيكو برشلونة وريال مدريد نحن على موعد مع رؤية رونالدو في النصر وميسي في الهلال طبعا رونالدو في النصر بيحصل على 166 مليون يورو سنويا في عقد لمدة عامين ونصر بالمناسبة هل في رضا عن أداء رونالدو مع النصر؟ أولا رونالدو على المستوى الرقمي هناك رضا لأن رونالدو سجل 12 هدف في 13 مباراة ومعدل كل 97 دقيقة يسجل الهدف مع النصر طبعا فادوا في كده ربعية في مرمى الوحدة سلاسية في مرمى ضمك لكن عموما موسم سفري لفريق النصر النصر قبل وجود رونالدو ربما كان أول الدوري لكن الحقيقة سنائية رونالدو وتاليسكا لم تقدم ما يشفى عليها حتى الآن وإن كان رونالدو رقميا قدم أداء جدا مميز مع الفريق النصراوي الأزمة في النصر كانت هي خروج رودي جرسية المدير الفني الفرنسي مدرب مرسليا وليون السابق خارج أسوار النصر بعد لقاء الفيحاء قبل ثلاثة يام من ديربي الرياض أمام الهلال يخرج رودي جرسية ويتم التعاقد مع مدرب الفئة السنية في نادي النصر فريق النشيين دينو إليتش خسارة من الهلال ثم تعادل مع الخليج فارق النقاط التسع مع الاتحاد إلى خمس نقاط قبل أربع جولات من نهاية المسابقة بعيدا عن خسارة نصف نهاية كأس خدم الحرمين أمام فريق الوحدة بهدف نصيف وقبلها خسارة السوبر وبالتالي التعويض الوحيد لرونالدو سيكون أمام نادي الزمالك في البطولة العربية في يوليو المقبل من 20 يوليو إلى 5 أغسطس في أبهى والطائف والباحة مجموعة صعبة جدا بين النصر والشباب ونادي الزمالك وأيضا الفائز من اتحادي المنستيري والمحرق البحرين هي البطولة الوحيدة المتوقعة في الكنسس البطولة القوية على مستوى الجوائز اللي بتصل لعشر مليون دولار على مستوى قيمة المنافسة أبطال الدوريات جميع المتوجدين الهلال موجود النصر موجود الشباب موجود اتحاد جدة وقمته هذا الموسم أيضا موجود نادي الزمالك شباب الازداد الترجي الوداد ورجاء من المغرب أعتقد أسماء أندية مميزة جدا 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 ومجموعات جميعها صعبة وهتكون في ثلاث ملاعب في السعودية في 15 يوم وبالتالي القيمة المادية واسم كمان البطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال هذا الموسم على مسمى خادم الحرمين الشريفين وبالتالي بطولة قوية على المستوى الفني وكمان على مستوى القيمة المادية طيب عسلك مجد على موقف أحمد حجازي وطريق حامل هل هم مستمران مع نادي الاتحاد ولا ممكن يبقى اليوم خطوات بعد هذا الموسم أحمد حجازي قائد التاريخي الاتحاد يعني جمهور الاتحاد قائد تاريخي قائد تاريخي أنا ما شفتش جمهور الاتحاد متعلقة بمحترف قد ما هي متعلقة بأحمد حجازي أحمد حجازي مدافع وقائد الفريق وكمان نجم سوبرستار فكرة أنه يبقى مدافع أنت طبعا عارف ومتابع أحمد حجازي إزاي بيلعب بروح عالية كبيرة جدا وهناك فيه صخب جمهيري رهيب جمهور الاتحاد ما بتفوتش مطش كل المطشات تقريبا الجمهور الأكثر حضورا في الموسم الحالي في الكرة السعودية كل ده عامل قيمة كبيرة لأحمد حجازي وهو نفسه مبدلهم نفس الموضوع بأداءه في الملعب وكمان جدد عقده مؤخرا فهو مستمر ما فيش أي مشكلة بالنسبة لطارق حامد طارق حامد عاده سنتين الموسم ده بيخلص فيه موسم تاني يمكن بقاءه مش مؤكد لسبب واحد لأن الاتحاد بيتطلع أنه هو يعقد صفقات قوية جدا خصوصا أنه فيه دعم قادم من وزارة المالية أن كل فريق هيكون ليه لعب عالمي زي ما ميسا يروح الهلال وورنالدو راح النص الاتحاد فيه كلام على دمارية وفيه كلام على لعيبة كتير جدا ممكن تكون موجودة عالمية في الدور السعودي لفترة الجاية فأعتقد موقف طارق حامد مش واضح في حال التعاقد مع لاعب مميز في خط النص ممكن طارق حامد ما يكملش ما يكونش الموسم الجامع للاتحاد لكن أحمد حجازي أكيد هكون مع الاتحاد مين من لعيبة العالمية اللي ممكن نشوفهم في الفترة القادمة في الدور السعودي بس نساء طبعا كيستوى اللي وصل ومس اللي احتمالي طبعا أولا سيدجل راموس يعني كان هناك حديث كيرستان مونالدو حتى تساهل هذا الأمر بالنسبة أيضا للمدربين لويس الريكي قريب جدا من تدريب فريق الهلال رامون دياس خسار الدوري أبطال أسيا السبت الماضي أمام أوراوار الدايمونز الياباني ثم كان بعيد جدا عن مصابقة الدوري في المركز الرابع براسي تسعة واربعين نقطة فقط فسيرحل رامون دياس بنهاية هذا الموسم حتى الديربي يوم الثلاث سيقوده ابنه إيمليانو خردي ألبا زهير أيصر برشلونة قريب جدا من التواجد في نادي الهلال ومتوسط الميدان سيرجو بوسكتس وكيل أعمال بوسكتس من ثلاث أيام كان هناك في العاصمة السعودية الرياض للاتفاق على الانتقال لنادي الهلال مقابل 15 مليون يورو الانتظار في نادي أهلي جدة كان أهلي جدة لديه رقبة شديدة في التعاقد مع مودريتش لكن تجديد مودريتش العقده مع ريال المدريد الفترة القادمة ربما يبعده عن أسوار قلعة الكؤوس فيما يفكر طبعا نادي الاتحاد في التعاقد مع اللاعب الديمارية حسب تصريح وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن ترك الفيصل أن كل فريق من الأندية الأربعة الكبار لديه لاعب عالمي لكن يبدو أن نادي الهلال ربما يكون هناك ثلاث لعبين عالميين خاصة أن الفريق ينافس بشكل كبير في المواسم الأخيرة في كأس العالم الأندية صحيح ربما يخص بيت سموسماني واللي عمله بيت سموسماني يعتبر عمل إنجاز أنه عاد بالأهل تاني للدوري درجة الأولى في السعودية وبعدها كتب تويت غامض شويتين تلاتة هيقعد هيمشي مبقاش حد يعرف هو قاعد ولا ماشي هل هو قاعد ولا ماشي والنادي الأهلي أهلي جدة شايف أنه موسماني عمل إنجاز ولا عادي هو طبعا عمل إنجاز فكرة أن هم يرجعوا لدور المحترفين بعد أول موسم ده إنجاز يحسب له ولكن الأمور داخل النادي الأهلي قد تكون غمضة شوية هو حاول يتواصل معهم الفترة اللي فاتت بعد تأكد صعود الفريق هل هيستمر هل هيمشي ما كانش فيه رد من الإدارة فهو اضطر أن يكتب التويت للأسف موسماني بيكرر تقريبا نفس اللي عمله مع الأهلي بيمشي في ظروف غمضة ما بيكون ما حدش عارف من الإدارة أو ما حدش عارف إيه القرار أو هو بيفكر في إيه للأسف هو أعلن النادي لحد دلوقتي ما أعلنش رحيل موسماني ولكن بشكل مؤكد موسماني مش هيكون مع الأهلي الفترة الجاية الطموح عندهم أعتقد هيكون مدرب أكبر عندهم أين هم شايفين موسماني مدرب ينفع مع الفريق حالي بالك هو ما كانش فيه حالة عدم رضا خلال الموسم الحالي وأكتر من مرة الجماهير النادي الأهلي على مرصات تواصل الاجتماعي كان بتطالب بإقالته كان فيه أكتر من تعصر خلال الموسم ده في دور ييلو ويمكن الإدارة الحالية صبرت عليه والمنافسة مش هتكون قوية لسبب في دور ييلو لأن الأهلي برضو بيلعب بإسمه بيلعب وكان عنده أكتر من لعيب محترف فطبيعي كان تأهله مش إنجاز كبير يحسب للموسماني ممكن أي مدرب كان فعلا يصعد بالأهل الدوري المحترفين تاني أنت مخدتش دوري الدوري المحترفين يعني أنت دوري له طبيعي أن أنت تصعد فهما شايفين أنه مش على قدر المرحلة الجاية خصوصا زي ما كنا منتكلم من شوية أنه فيه لعيبة عالمية جاية وفيه لعيبة سوبرستار وصفقات كبيرة فهما شايفين أنه نطمحهم أكبر من الموسمانيين عزيم معلومات حضرتك طبعا بيتسو الموسماني لعب 26 مباراة مع أهل جد هزل المسلم فاز في 17 مباراة تعادل في 6 وخسر 3 مواجهات المفرقة أنه خسر 3 مواجهات أمام الفرق المتنفسة أمام الأغدوط في جد 4-1 ثم أمام الرياض 2-0 ثم أمام العربي مؤخرا 2-1 ضيع 9 مباراة في دور يولو جعل إدارة نادي الأهلي برئاسة وليد معاز تفكر في إقصاء موسماني من رأس الإدارة الفنية في النادي المدرب بعد مباراة هجر مباراة الصعود هناك في الإحساء تحدث مع إدارة النادي على ملف التجديد إدارة النادي لم ترد على المدرب وبالتالي خرج المدرب بتويتر على مواقع التواصل الاجتماعي أو مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وبالتالي معلوماتي أن بيتسو موسماني خارج أسوار النادي الأهلي خلال الموسم القادم الأهلي يفكر جديا في التعاقد مع مدرب العين الإماراتي سيرجي بريبيروف كان قاد الأهلي في 2018 للمركز الثاني وصافة الدوري وخصارة نهاء الدوري أمام الهلال دي معلومة جديدة ما كناش عارفين أنه الأهلي من المرشح لي أو من الله هيدربه طبعا فيه 3 مدربين في خارطة النادي الأهلي أولهم سيرجي بريبيروف مدرب العين الإماراتي ماركو سيلفا مدرب نادي فولها من الإنجليز أيضا من المدربين اللي بيفكر فيه من نادي الأهلي السعودي وإن كان سيرجي بريبيروف له حظوظ أقوى جدا خاصة لو ظلت هذه الإدارة إدارة النادي الأهلي الحالية لأنها إدارة مكلفة هناك انتخابات في النادي في شهر يونيو المقبل ربما تأتي إدارة جديدة تفكر في خيار تدريب آخر لكن حتى الآن سيرجي بريبيروف مدرب نادي العين الإماراتي وبطل الدولة الإماراتي في الموسم الماضي هذا الموسم فاز فريق نادي شباب الأهلي دبي هو الأقرب للتواجد مسيماني قدم أداء جيد على مستوى النتائج لكنه عمل سلبيتين أولا على مستوى الأداء أهلي جدة خمس مباريات من الست مباريات الأخيرة يفوز بعد دقيقة تسعين مسيماني يملك الجنرال حظ دائما معه وكذلك لم يلعب مسيماني بالمهاجم هداف الدوري الصيني في الموسم الماضي أميرال اللي استقطابه النادي الأهل السعودي مبلغ كبير جدا في الشتاء الماضي لم يلعب سوى دقائق معدودات مع مسيماني 12 مباراة لأميرال سجل هدف وحيد على الجانب الآخر الموسم الماضي سجل 27 هدف في 28 مباراة في الدوري الصيني وهو لعب من اللاعبين المميزين جدا لعب البرازيلي وكان حتى مرشح للتواجد مع النادي الأهلي المصري في فترة من الفترات وبالتالي الدفع بحسن العلي اللاعب الشاب من أكاديمية النادي الأهلي على حساب أميرال أيضا جعل الظروف النفسية مع جماهير النادي الأهلي أصبحت صعبة وصعبة جدا سوزة أدم شرفت ونورت واستمتعت جدا بتواجه حراك معي نهارد رب أشكرك شكرا جزيلا شكرا لك وشكرا لكل أستاذ المشاهدين وللزميل ماجد كنت سعيد أيضا ماجد نورت الدنيا حقيقة كنت سعيد النهارد حبيبا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم عشر يا رب تكونوا استمتعتوا معنا أشوفكم يا رب على الأفكار